تكسر حرب غزة حاجزاً 143 يوماً منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم فتتعالى الأصوات والمطالبات الدولية والشعبية بوضع حد للجرائم التي سقط على إثرها نحو 30 ألف شهيد احتجاجات شبه يومية تشهدها الولايات المتحدة بلغت اليوم حد إضرام طيار في الجيش الأمريكي النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن وهو يصرخ بحرقة فلسطين حرة احتجاجات تزامنت مع تطور شهده ملف مفاوضات الهدنة حسب تصريح لمستشار الأمن القومي الأمريكي الذي قال إن هناك اتفاقاً على الملامح الأساسية بين الوسطى وفي انتظار رد حماس التي تبحث مع أمير قطر آخر التطورات على الضفة الأخرى تزداد حدة التوتر بين حزب الله والكيان المحتل جنوب لبنان إثر مواجهات شرسة بلغت حد إسقاط مسيرة إسرائيلية في سماء لبنان رد عليها جيش الاحتلال باستهداف وحدة الدفاع الجوي لحزب الله في البقاع ولا يعلم ما إذا كانت المفاوضات بين حماس وإسرائيل ستفضي إلى نتيجة في ظل إسرار تل أبيب على السمرار المواجهات مع حماس والسهداف المدنيين وعدم توفر الإرادة الأمريكية لإيقاف الحرب الظالمة لكن حجم الضغوط التي تتلقاها حكومة الحرب الإسرائيلية على المستويين الداخلي والدولي وارتفاع سقف الاحتجاجات الشعبية الغربية يجبرها على ضمان السمرار المفاوضات وتخفيف حدة التصعيد كما أن فشل للسراتيجية الأمريكية في إسكات جبهة البحر الأحمر أضعف موقف واشنطن دولياً وأدخلها في مأزق تسعى بسببه اليوم إلى تحسين سمعتها عبر دفع إسرائيل إلى خيار التهدئة وإيقاف شلال الدم في صفوف المدنيين